صفعة على وجه مكاسب تشرين ثورة خرجت من أفواه المحرومين لساحات المعارضين إلى رفض ليالين لكنها لم تمت وربما تولد ثورة من رحم ثورة صارت قضية يعنونها العراقي في وجه من استولى على صندوق الاقتراع تارة وعلى المطالب تارة أخرى إلا أنها لم تمت ومن صندوق الاقتراع خرجت غاضبة من جديد تؤجج الساحات في وجه سانتليغو الألية التي بحث عنها سياسيون هيمنوا على الفضاء العام منذ عقدين عندما صنعوا ثورة مضادة في وجه ما حققته صرخات الناس ودماؤهم تحديدا لما عرفوا أن قانون الانتخابات الأخير رسم فسحة لقرابة أربعين نائبا مستقلا دخلوا البرلمان دون السياقات الطائفة والهويات الفرعية ثلاث دورات انتخابية قبل تشرين تنفست فيها آلية سانتليغو السعداء ومنها صدمة 2014 التي استخدمت فيها الآلية وفق احتساب 1.9 كقاسم انتخابي أكل حق الباحثين عن تمثيل شعبي في البرلمان خارج صندوق القوى السياسية المهيمنة وتلك القوى على ما يبدو أنها وإن كانت تحت عباءة الإطار التنسقي وإن أرادت عبر مكبر صوت حكومته الحالية منح الحق للمستقلين أو القوى الناشئة بحق المشاركة البرلمانية إلا أنها كشفت على يد خبراء بأنها سلطة تريد فرض نفوذها على كل مرشح فائز مستقل غضبت الشوارع في المحافظات وحذرت بلسان حال مجرب لمقترفته سانتليغو من تهميش لحق المكونات ضاربة بعرض الحائط ألية التوازن فصار هشا يهدد مصير العملية السياسية أو كما يقول ناشطون يعيد الحكاية إلى مربعها الأول وحذاري من مربعات تكميم الحق الديمقراطي وإن زينت شعارات سياسي البلاد بدعم الديمقراطية إذن عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ إنه تساؤل الغاضبين وكيف يصبح البلد أكثر إنصافا لعملية ديمقراطية؟ يختلف القانون المقترح عن القانون الحالي الذي جرت به انتخابات 2021 في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة بدلا من دوائر متعددة وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسقي اختلاف يحدث عاصفة الخلاف التي يحذر منها سياسيون رافضين لما تبحث عنه القوى الكبيرة التي تسير وفق ما يؤكدون على سياسة الكبير يأكل الصغير أو أنها سياسة لن تتغير إلا بغضب لا تهتم بعض القوى من أن يرهق العراق أكثر مما مضى ترجمة نانسي قنقر